اهلا بحضراتكم جميعا في القائنا الاسبوعي المتجدد مع شركة جرام دهب. هنتطلع فيه على اهم المحفزات الاقتصادية والمجريات الفنية المحيطة باسواق الدهب. تعالوا نبدأ بالتحليل الفني. زي ما احنا شايفين قدامنا كده على ما ده كما توقعنا الاسبوع الماضي ان احنا كان فيه عندنا خط اتجاه صاعد رئيسي ممتد من آآ شهر فبراير عشرين تلاتة وعشرين. استطاع بالفعل حوالين مستوى الالف وتسعمية ايقافت رجعات الاسبوع الماضي وحصل ارتداد كمان معنا في اخر جلستين. طيب. بالنسبة الاهم الارقام معانا الاسبوع ده زي ما انتم شايفين فيه عندي بالنسبة للمقاومات عندي خط اتجاه هابط آآ زي ما انتم شايفين. ممتد من شهر آآ جولاي من شهر سبعة. الى وقتنا هذا. الاختبار بتاعه هيكون عند حوالين مستوى الالف تسعمية اتنين واربعين. طبعا? وده متوقع جدا ان احنا نشوفه آآ في بداية الاسبوع. يعني ان احنا نشوف استمرار للرالي اللي حصل اخر جلستين. هيمكن هيبقى فيه عندنا مهم اللي هو الف تسعمية واحدة تلاتين. يعني رقم الف تسعمية واحد تلاتين مهم جدا جدا بالنسبة لان الصعود فوق هذا المستوى على طول احنا رايحين نجرب على الف تسعمية اراون ده الف تسعمية اتنين واربعين. طيب قدرنا نتخطى هذا الحاجز. هنقابل على طول مستوى مقاومة ومنطقة عرضة حوالين الف تسعمية تلاتة وخمسين. اللي هي كانت آآ قمة شهر سبتمبر الحالي. آآ دي هتبقى مهمة جدا لانها نقطة محورية. نقطة محورية في ايه? لان اختراقها بندي امل جديد للدهب ان هو يرجع في اتجاه صاعد متوسط الاجل. وده علشان كده مدى اهميتها ان احنا نختارقها هيبقى كبير جدا جدا جدا. طيب. طيب ايه درنا نتخطى هذا الحاجز? على طول بقى انت خلاص اهم شيء عندي هو ان احنا تحولنا لاتجاه صاعد متوسط الاجل. اقرب مستهدفاته هتبقى حوالين الالف تسعمية اربعة وتمانين. الف تسعمية اربعة وتمانين زي ما انتم شايفين كده انا اعملها بمستطيل احمر. ده مما يدل على مدى صلابتها كمنطقة مقاومة ومستهدف في نفس الوقت. لو تحولنا الاتجاه الصاعد بصعودنا فوق الف تسعمية تلاتة وخمسين والاغلاق ايضا فويه. طيب دي بالنسبة لمناطق المقاومات يعني. بالنسبة للدعم سيظل لمستقى الف وتسعمية هو الدعم الرئيسي. تاني سيظل لمستقى لالف تسعمية الف تسعمية دولار هو مستوى الدعم الرئيسي للجولد. اتراجع اسفله. ده معناها ان انا اخترقت خط اتجاه رئيسي. خط اتجاه صاعد رئيسي المنتد من فبراير. وده هيودينا اول مستوى. والمستوى المحوري ايضا. الف تمنمية اربعة وتمانين. دي منطقة الطلب المهمة. اللي للاسف لو تم اختراقها الاسفل. احنا كنا تكلمنا قبل كده على مستهدفات هبوطية. تروح حوالين مستوى الالف تمنمية وستين الف تمنمية واربعين كحد ادنى. لو لقدر الله تراجعنا اسفل الف تمنمية اربعة وتمانين. وساعتها طبعا ايه يعني النصيحة الوحيدة هو ان احنا نفتح مستهدف يعني صفقات بيعية على الجولد. الاولى هتبقى عند الالف وتسعمية. اسفل الالف وتسعمية. والتانية طبعا هتزيد اكتر تحت الف تمنمية اربعة وتمانين. المؤشر اللي موجود عندنا اللي هو ال اي دي اكس. طبعا انتو شايفين ان في يعني اشارة ايجابية صح? لكن الاشارة ايجابية دي دل اسف لا يصد لن نستطيع ان نؤكدها الا في حالة ان ال دي اكس اللي هو اللي بليون الاسود ده قدر يطلع تاني فيه مستوى الخمستاشر. ساعتها هتؤكد عزم القوة الشرائية. لكن حتى الان احنا بدتكلم على حركة عراضية ما بين خط اتجاه صاعد وخط اتجاه هابط. المستويات اللي احنا اتكلمنا عليها هي المهمة فقط لغير. يعني ما يعني لا نطمح في الفترة الحالية على الاقل سوى ان احنا نتكلم على هذه المناطق فقط لغير. تمام? طيب. ده بالنسبة للناحية الفنية. لو اتكلمنا على الناحية الاقتصادية او البيانات الاقتصادية المرتقبة خلال الاسبوع. الاسبوع احنا عندنا يوم الاتنين ويوم التلاتة يعتبر يوم فري بالنسبة للجولد. يعني ايه يوم فري? يعني ما عنديش اي بيانات اقتصادية طبعا انتو عارفين ان اهم بيانات هي خاصة بالدولار الامريكي هي اللي ممكن تؤثر لتأثير كبير جدا على حركة الجولد. فاحنا عندنا يوم الاتنين ويوم التلات تقريبا الجولد ما فيش اي محفزات او مؤثرات خارجية عليه. اللهم الا يوم التلات في عندنا منظمة التعاون الدولي هتبدأ تدي او النظرة عن مستقبل الاقتصاد العالمي. فدي لو بناء على الحركة السعودية اللي الجولد بدأ ياخدها. يعني ده كده ممكن نقدر نتوقع بيها ان البيانات الاقتصادية اللي هيتوقعوها منظمة التعاون الدولي نعتقد ان هي هتبقى يعني بيانات ليست ايجابية بالمر. يعني هتبقى فيها جزء اه للاسف مش 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 جيد اه بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي في الفترات القادمة. طيب امتى تبدأ الاهمية تبدأ الاهمية من يوم عشرين سبتمبر اللي هو يوم الاربع. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا هنبقى منتظرين خبر غاية في الاهمية وهو الانترستريت في الولايات المتحدة الامريكية. او تقرير اه معدلات الفائدة في اه الفيدرالي الامريكي. طبعا التوقعات كلها بتشير الى تثبيت معدلات الفائدة. وانا عايز اقول لكم على حاجة بسيطة. يعني تثبيت معدلات الفائدة. رفع معدلات الفائدة. انتو شفتوا الاسبوع الماضي ايه اللي حصل في اليورو. لما المركزي رفع معدلات الفائدة. ايه اللي حصل? اليورو تراجع. طب ايه اللي خل اليورو يتراجع? لان الوقت الحالي بقى مختلف تماما في حتة مرأبت اسعار الفايد. اسعار الفايد ده الطبيعي بتاعها ان هي كل ما بتترفع كل ما بتبقى ايجابية بالنسبة للعملات. لكن في اوقات زي الفترات الحالية اللي هو الاقتصاد بتاع الولايات المتحدة الامريكية بدأ ينمو بعض الشيء مع تراجع معدلات التضخم اي رفع لمعدلات الفائدة انت بتوقف حركة نمو الاقتصاد بتاعك. فعشان كده انا بقول ان لو الفدرال الامريكي قرر ان هو يرفع معدلات الفائدة ناس كتير جدا هتشوف ان هو سلبي على الدهب. لكن انا بشوفه ان هو هيبقى ايجابي للدهب. ممكن يبقى سلبي على الدهب لفترة وجيزة جدا بعد الخبر لكن العكس صحيح في اه يعني فيما يلي يعني. ده بالنسبة ليوم الاربعاء. يوم الخميس اه هتبدأ بقى ايه? الاخبار بتاعة الدولار اه تستكمل يعني نبدأ نستكملها. بس فقط لغير يهمني ايه يوم الجمعة لان هو ده لا هيقس لي بقشر مدير المشتريات للقطاع الخدمي وقطاع الصناعة في الولايات المتحدة امريكية غير كده. انا زي ما بقول لحضراتكم يوم الاتنين يوم التلات يوم فري للدهب. يقدر يتحرك ويكمل التحركات بتاعته اللي بدأها يوم الخميس والجمعة الماضيين. ان شاء الله اشوفكم في اللقاء الاسبوع القادم. ما تنسوش تابعونا على موقعنا الالكتروني. وقنواتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. للتعرف على المزيد من التقارير اليومية والاحداث الاقتصادية المرتقبة وقت صدورها. اشوفكم على قناة.